السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب الوطني المغربي واللقاء محتمل للمنتخب الوطني المغربي امام المنتخب النيجيري يبقى لقاء جيد محتمل للمنتخب الوطني المغربي امام منتخب نيجيريا بطبع الحال لنتعرف الاقوة تشكيل المنتخب الوطني المغربي امام نيجيريا في مركز خط وسط الميدان فقط هيا بنا نتعرف لأقوى تشكيلة للمنتخب الوطني المغربي أمام نيجيريا في لقاء المحتوى بمركز خط وسط الميدان هم بدأ أسامة العزوزي لعب بولونيا الإيطالي من العناصر المهم مداخل المنتخب الوطني الأولمبي ممكن الآن يفرض رأسوتها في المنتخب الوطني الأول بطبيعة الحال مع مرور الأيام هناك لعب عز الدين هنا حي لعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي اللي هو عنصر أساسي في المنتخب الوطني الأول عنصر اللي هو من العناصر الأساسية داخل المنتخب المغربي وهناك لعب أساسي ولكن في قط الهجوم أنا من توقع توازد ميدافة المقابلة اللي هو لعب حاكم زياش لعب جارة صار يتصرك من العناصر مهمة داخل المنتخب الوطني المغربي الأساسية لا تناقش عن تحاكم زياش إتناقش اللي كان شكرا لكم وإلى اللقاء وإلى فيديوهات